موسيقى بدأت تجربتي مع الترجمة في عام 2014 وكانت ترجمة كتاب الجبل العميق لكتبة التركية إيجيتا ملكران والكتاب كان عبارة عن مجموعة مقابلات صحفية مع مجموعة من المكتمين بالقضية الأرمينية والمزارح الأرمينية التي اختبتها القوات العثمانية في القرن الثمانداشر ثم استمرت في موضوع الترجمة بقراصية تقريبا حوالي 20 كتاب ما بين الشعر والمسرح والرواية والسيرة الزاتية والأدب الرسائل كانت ترجمات متنوعة آخر ترجماتي كانت مسرحية بعنوان رجل الزبد والبيض للكاتب الأنبيتي جورجي إس كوفمان وجورجي إس كوفمان هو كاتب مسرحي ومخرج من المخرجين المهمين جدا ما بين فترة 1920 وما بعدها وكانوا بيقدموا أعمالهم على مسرح برودوي في أمريكا الحقيقة أن أهمية مسرحية رجل الزبد والبيض لأنها تقدمت لفترة طويلة جدا ما يزيد عن 10 سنوات وما زال يعاد تقديمها حتى اليوم وكمان اتحولت من مسرحية لأعمال سينمائية وتقدمت في السينما العالمية بأكتر من نصح الجميل في رجل الزبد والبيض أنها كمان بتكشف كواليس صناعة المسرح لأن أبطال المسرحية هم عبارة عن فرقة مسرحية ففكرة صناعة المسرح في برودوي وفكرة أن الأبطال المسرحيين فكانت المسرحية فيها الكثير من المصطلحات عن صناعة المسرح والكثير من الأفكار اللي بيعتمدها المسرحيين في الوقت ده من الزمن من الحاجات كمان اللي أنا بسعب بها جدا في الترجمة واللي بعتبرها من الإسهمات المتعوضة اللي أنا أسهمت بها كانت ترجمة رواية شوجي بين ورواية شوجي بين هي كانت الرواية الأولى لكاتبها دوجلس ستيورد وبرغم أنها الرواية الأولى لكنها فازت بجائزة البوكر العالمية رواية شوجي بين بتدور حول طفل صغير أم مضمنة على الكحول وهو مضطر طول الوقت يهتم بيها ويحاول أنه يرعها يعني الآية هنا كانت آية معكوسة وأن الصغير هو اللي بيحاول يهتم بالكحول مفارقة رواية شوجي بين الأهم أن قصة الطفل اللي تولد في الأحياء الفقيرة مشابهة جدا للسيرة الذاتية للكاتب دوجلس ستيورد إن هو تولد في نفس الأحياء الفقيرة وكانت أمه عندها مشكلة إدمان الكحان يمكن دد الرواية حالة كبيرة جدا من الصدق وخلاها مليئة بالتفاصيل اللي بتجذب القارئ وتدفعه للاستمرار في قراءة الرواية رغم أنها من الروايات الضخمة اللي بتتعدى لـ 500 صدق من الترجمات المهمة كمان بالنسبة لي على المستوى الشخصي ترجمة رواية النقص الزجاجي للشعارة سيلبي أبلس سيلبي أبلس من الشعارات المهمين جدا وهي ساهمت في الحركة النسوية ونقص الزجاجي هي رواياتها الوحيدة ورواية سيلبي أبلس من الروايات اللي ترجمت للغات كتير ويمكن كمان ترجمت للعربية أكتر من مرة وفي منها ترجمات مختلفة على سبيل إن أنا مترجم فأنا كمان سعيد إن أنا ترجمت الشعر وعندي كان عندي طول الوقت الشغف بفكرة إن ترجمت الشعر والشغف ده زاد لما بدأت كمان أعمالي كشعر تترجم للغات أخرى ترجمت أعمالي طبعا لغات زي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية ومؤخرا صدرت ترجمة ديواني أرقام سرية والديوان ده كان فايز بجائزة الهائة العامة لأصول الثقافة في 2009 كأفضل ديوان شعر عامية الحقيقة إن حركة الترجمة في مصار صعد يمكن من خمس أو ست سنين ويمكن من عشر سنين وأعتقد إن ده كمان هيزيد الفترات اللي جاية يمكن السنتين ثلاثة اللي فاتوا مع فيروس كورونا ومع المشاكل اللي حصلت في العالم حركة الترجمة زي كل حاجة حوالينا خفطت لبعض الشيء لكن التواهج بتاعها أعتقد إن هو هيزيد الفترات الجاية وحيبقى فيه كراء أكتر للترجمات وحيبقى فيه كمان كتاب ومتخصصين يهتموا إن هم يلتحقوا برد بالترجمة ويكونوا مترجمين لأن الترجمة في النهاية هي رسالة إنسانية أنت بتقدر توصل ثقافتك للآخر وبتقدر تفهم ثقافة الآخر وتقربها لقارئ بلدك